السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الحادي عشر علمي معدنا اليوم مع الوحدة الأولى بعنوان الروابط الكيميائية وتركيب الظرات الدرس الثاني بعنوان التوزيع الإلكتروني الجزء الثالث في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يكتب التوزيع الإلكتروني للآيونات المجابة والسالبة بدقة يكتب التوزيع الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى بدقة ما الفرق بين السورتين التاليتين ظرّة سوديوم آيون سوديوم يحمل شحن مجابة بارك الله فيكم أبناء الطلاب في ظرّة السوديوم يتساوى عدد البروتونات مع عدد الإلكترونات كلاهما يساوي حضرش في ظرّة السوديوم ينتهي توزيعها الإلكتروني بـ 1 إلكترون في ظرّة السوديوم 1S2 2S2 2B6 3S1 ظرّة السوديوم متعادلة لأن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونيات بينما آيون السوديوم الذي يحمل شحن مجابة لأنه يفقد الإلكتروني الموجود في مستوى الطاقة الأخير إذن عدد البروتونات يكون أكبر من عدد الإلكترونيات أي عدد الشحنات الموجابة أكبر من عدد الشحنات السالبة وبالتالي تصبح آيون موجب وليست ظرّة متعادلة آيون السوديوم ينتهي التوزيع الإلكتروني له بثمان إلكترونيات أصبح الآيون السوديوم الآن 1S2 2S2 2B6 أي مشابهاً ومماثلاً لأقرب غاز خامل وهو النيون ما هو الآيون عزيزي الطالب هو عبارة عن ذرّة فقدت أو اكتسبت إلكترونيات وبالتالي يختلف عدد الإلكترونيات فيها عن عدد البروتونات لكي نقوم بكتابة التوزيع الإلكتروني لآيون عنصر ما يجب أولاً أن نتذكر التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر مثال عنصر السوديوم ني يمتلك 11 إلكترون وتوزع كالآتي في المستوى الأول 1S2 المستوى الثاني 2S2 2B6 المستوى الثالث 3S1 1S2 2S2 2B6 3S1 أيون السوديوم يتكون عندما يفقد الإلكترون الموجود في المستوى الأخير وبالتالي يمتلك آيون السوديوم عشرة إلكترونات فقط بحذف إلكتروني الأخير الموجود في المستوى الفرعي 3S وبذلك يقل عدد الإلكترونات في آيون السوديوم عن عدد البروتونات بواحد كما هو واضح أمامنا بعد فقد الإلكترون يصبح الآيون مشابها للتوزيع الإلكتروني لأقرب غاز خامل وهو النيون تن مثال آخر عنصر الفلور يمتلك 9 من الإلكترونات وتوزع كالآتي المستوى الأول 1S2 المستوى الثاني 2S2 والمستوى 2P يمتلك 5 إلكترونات 1S2 2S2 2P5 آيون الفلوريد يتكون باكتساب إلكترون وبالتالي يمتلك الآيون 10 إلكترونات بإضافة إلكترون آخر إلى 2P فبعد أن كان 2P5 أصبح 2P6 وبذلك يزداد عدد الإلكترونات في آيون الفلوريد عن عدد البروتونات بواحد فيصبح F سالب كما هو واضح أمامنا آيون الفلوريد F سالب بعد اكتساب الإلكترون يصبح الآيون مشابها للتوزيع الإلكتروني لأقرب غاز خامل له وهو النيون 10 إذن أبناء الطلاب التوزيع الإلكتروني للآيون هو التوزيع الإلكتروني لضرة عنصر لديها عدد إلكترونات ذلك الآيون تدريب واحد ما التوزيع الإلكتروني لآيون المغنيسيوم مجي موجب 2 المغنيسيوم في الجدول الدوري أبناء الطلاب يمتلك 12 إلكترون وبعد فقده 2 إلكترون يصبح التوزيع كالتالي 1 S2 2 S2 2 B6 فأي أيون موجب يعني أنه يفقد الإلكترونات بمقدار ما يحمله من شحنات وبالتالي تزداد الشحنات الموجبة عن الشحنات السالبة ما أقرب غاز خامل يماثل التوزيع الإلكتروني لآيون الكالسيوم C A موجب 2 الكالسيوم في الجدول الدوري يمتلك 20 إلكترون وبعد فقد الإلكترونين يمتلك الآيون 18 إلكترون أي أنه يشبه الغاز الخامل الذي يسمى الأرجون في التوزيع الإلكتروني إذن أبناء الطلاب الظرات عندما تفقد الإلكترونات أو تكتسبها لتحصل على التوزيع الإلكتروني لأقرب غاز نبيل الأدنى بالطاقة جميعها تكون متساوي في عدد الإلكترونات أي أن لديها التوزيع الإلكتروني نفسه ويشبه التوزيع الإلكتروني الفلزات الانتقالية السلسلة الانتقالية الأولى أين تقع الفلزات الانتقالية السلسلة الأولى داخل الجدول الدولي كما نلاحظ أنها تقع في وسط الجدول فهذه هي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى عشرة عناصر تبدأ من الدورة الرابعة تفصل بين يسار الجدول ويمينه وينتهي دائما توزيعها بالمستوى الفرعي دي حيث تقع الفلزات الانتقالية وسط الجدول الدوري وينتهي توزيعها الإلكتروني بالمستوى الفرعي دي سؤال ما التوزيع الإلكتروني للمنجنيز م ان تونتي فايف وان اس تو تو اس تو بي سكس ماذا نلاحظ نلاحظ ان المستوى الفرعي فور اس يملأ قبل المستوى الفرعي ثري دي ولكن ما السبب عزيزي الطالب لماذا لماذا يملأ المستوى الفرعي فور اس قبل المستوى الفرعي ثري دي لاحظ معي عزيزي الطالب نجد ان مستويات الطاقة الثانوية لمستوى رئيسي تتداخل مع مستويات الطاقة الثانوية ضمن مستوى رئيسي اخر وعليه تكون طاقة المستوى الفرعي فور اس اقل من طاقة المستوى الفرعي ثري دي وبالتالي يملأ الفور اس بالالكترونات اولا قبل الثري دي بزيادة العدد الذري داخل السلسلة يفضل التوزيع بالطريقة المختصرة باستخدام اقرب غاز خامل ودائما اقرب غاز خامل للسلسلة الانتقالية الاولى هو الارجن اي ار 18 كما سنلاحظ حاليا اذا درسنا التوزيع الالكتروني العنصر سكانديوم على سبيل المثال نلاحظ الآتي سكانديوم 21 توزيع بطريقة البناء التصاعد 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d1 يمكننا استبدال 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 باستخدام اقرب غاز خامل وهو الارجن عدد الذر 18 ثم نكمل 4s2 3d1 طرميز الغاز النبيل في التوزيع الالكتروني طريقة لتمثيل التوزيع الالكتروني باستخدام الغازات النبيلة الخاملة الموجودة في العمود الأخير من الجدول الدوري وهي المجموعة 18 والتي يحتوي مظهارها الأخير ما عد الهيليم على ثمانية إلكترونات وهي عادة عناصر مستقرة حيث يمكن أن يختصر التوزيع الالكتروني لأي عنصر باستخدام ترميز الغاز النبيل سؤال ما التوزيع الالكتروني للحديد FE26 باستخدام البناء التصاعدي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d6 يمكننا أن نستخدم أقرب غز خامل وهو الأرجون AR18 ثم نكمل بعد ذلك 4s2 3d6 التوزيع الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى والتي يبدأ عددها الذر بداية من رقم 21 وينتهي حتى رقم 30 ولكن هناك عنصران لهم استثناء خاص في التوزيع الإلكتروني وهما الكروم والنحاس وذلك وصولا لحالة الاستقرار والثبات كما سنتعرف بعد قليل لماذا لماذا يحيد الكروم والنحاس عن التوزيع الإلكتروني عن بقية عناصر السلسلة الانتقالية الأولى والنحاس يحدث انتقال الإلكترون من المستوى الفرعي S إلى المستوى الفرعي D وبالتالي يصبح أفلاك المستوى الفرعي S وD نصف ممتلئة فيكون العنصر أكثر استقرار وأقل طاقة كذلك التوزيع الإلكتروني للنحاس يكون أرجون 18 فور S 1 3D 10 بدلا من أرجون 18 فور S 2 3D 9 أيضا ينتقل الإلكترون من الفور S إلى 3D وبالتالي يكون الفلك S نصف ممتلئ والفلك D ممتلئ تماما فيكون العنصر أكثر استقرارا وأقل طاقة قاعدة همة تكون الظرة في وضع أكثر استقرار وأقل طاقة عندما يكون المستوى الفرعي D له ثلاث حالات نصف ممتلئ D5 ممتلئ تماما D10 أو فارغا من الإلكترونات D0 تدريب ما التوزيع الإلكتروني لعنصر التيتانيوم TI22 أقرب غس خامل للعناصر الانتقالية هو أرجون E10 ثم يأتي بعد المستوى الفرعي 4S2 ثم 3D 2 فصر حيود التوزيع الإلكتروني للكروم عن باقي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى حتى تكون الأفلاك 4S1 و3D 5 كلاهما يكون نصف ممتلئة فهذه الأفلاك تكون نصف ممتلئة فيكون العنصر في حالة من الاستقرار والثبات وأقل طاقة فكر معي عزيز الطالب ما التوزيع الإلكتروني لأيون الفانديوم V موجب 3 الفانديوم عدد الذري 23 عند توزيعه بالطريقة العادية كعنصر أرجون 18 4S2 3D3 هذا يكون عدد الذري 23 موجب 3 يعني أنه فقد ثلاثة إلكترونات تفقد الإلكترونات أولا من 4S ثم من 3D فيفقد 2 إلكترون من 4S 1 إلكترون من 3D فيكون توزيعه أرجون 18 3D 2 مع تمنيتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته